اكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة احتزاز الحكومة بالشركة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية في القطاعين الصناعي والتجاري تسعادة الوزير إلى وفرة الفرص الاقتصادية في المملكة والتي تعد حافزا مثاليا لشركات الامريكية للاستثمار وتوسيع اعمالها في مملكة البحرين مشيرا إلى أن منطقة التجارة الامريكية جاءت نتيجة لزيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة عام 2019 وقام سعادة الوزير وسعادة السفير الشيخ عبدالله بن راشد بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الامريكية بزيارة إلى موقع المنطقة في مدينة سلمان الصناعية حيث نوها سعادته إلى أن مشروع تزويد المنطقة التجارية الامريكية بالبنية التحتية يعد أحد أبرز المشاريع المدرجة تحت محور الاستثمار في البنية التحتية ضمن استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 حيث تم الانتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية للمشروع ويتم التنسيق لطرحه للمناقصة وبهذه المناسبة ثمن سعادة الوزير المساعية والجهود التي تقوم بها سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الامريكية في عرض الفرص الاستثمارية في المملكة لدى الولايات المتحدة مما يسهم في زيادة حجم التجارة بين البلدين الصديقين وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 ترجمة نانسي قنقر